محاولة أممية لتحصيل إيرادات موانئ الحديدة المحافظة الخاضعة وكل مواردها لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام مصادر مطلعة كشفت عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث مبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات المحافظة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين المبادرة تتألف من خمسة بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات وتنص على أن يتم توريد رسوم جمارك وضرائب الواردات النفطية من موانئ الحديدة إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة يكون للأمم المتحدة دور رقابي في هذه العملية لضمان شفافيتها لكن مراقبون يجدون أن الأمم المتحدة تسرعت كثيرا بهذه المبادرة خاصة وأن الوضع الحالي في الحديدة غير مناسب لتنفيذ هذه الخطوة بعد عجل الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بسبب عرقلة الحوثيين الحكومة الشرعية في وقت سابق قدمت مبادرة لدفع رواتب الموظفين وحل أزمة المشتقات النفطية عبر تحصيل إيرادات موانئ الحديدة غير أن ميليشيا الحوثي منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحونات النفطية إلى ميناء الحديدة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية حملت الحوثيين مسؤولية مفاقمة أزمة الوقود وعدم السماح بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحونات النفطية لمصلحة رفع ودفع رواتب الموظفين مبادرات عديدة تطلق إذن لإصلاح الوضع الاقتصادي في الحديدة ودفع رواتب الموظفين وتحديات أكثر تقف عائقا أمام كل خطوة وبين هذا وذاك يظل المواطن الخاسر الأكبر في كل هذه الأزمات